بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية سنة الخامسة ابتدائي كنا قد توقفنا في الصفحة رقم 46 عند الفقرة كنا قد توقفنا في الصفحة رقم كما قلنا في الصفحة كنا قلنا في الصفحة رقم يعني في الجامعة أما لغرب سوريونير أننا نضيف سو المقصود بها يجتمع كأن الناس أو كأن أشياء ما جمعت نفسها إذا نتكلم هنا عن لغرب سوريونير نتكلم هنا عن لغرب سوريونير أما هنا فنتحدث عن لغرب ريونير يعني أن الشخص يجمع أشياء إذن هنا جو ريوني أنا أجمع يسعى المعلومات ضرورية مرمس كام من المعلومات مرمس م consequently جو класс أنا أُرَتيب جو لكلاس أنا أُرَتيب أ vi جوري ديج من تكست و جو لأُنطريه أم تكست كل أكتب نصي و جو أُنطريه أم تكست ثم اُقدمه طبعا عندنا جو أُنطريه أنا أُقدم جو أُنطريه أم تكست للمدرس طبعا كما قلنا فيما سابق من أجلي كتابة موضوع ما إذا دائما نبحث عن المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع أجل كتابة الموضوع دائما نبحث عن المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع في حالتنا من حدثنا ممكن نتحدث عن لا 두فنسيون دولا كسبة يودايا نعرف بما معنى كسبة فيديا ما معنى desta القسبة و ماذا تكون هذا القسبة ممكن نتكلم عن نعطي معلومات حول مكان حد القسبة يعني أننا نموقعها طبعا عندنانا لوكاليزاسيون يعني كمالو نقول موقعات نتكلم عن نتكلم عن الورب لوكاليزي يعني أنك تموقع شيئا تقول أين يوجد هذا الشيء ثم لوكاراكتير أندالو دولا كسبة دودير ثم نتحدث عن طابع الأندالوسي مثلا عن قسبة دودير إذن هناك معلومات تتحدث هذا الأمر مثلا أنا وجدتها مثلا لا ديزي ناسيون دولا كسبة دودير لا ديزي ناسيون دولا كسبة دودير وبيا لا ديزي ناسيون دولا كسبة دودير إذن نتكلم عن كمالو نقول تحديد هنا طبعا تسمية أنك تحدد بالاسم لا ديزي ناسيون دولا كسبة دودير كما نقول أنك تعين أو أنك تسمي المقصود هنا نتكلم عن تسمية تسمية قصبة لديا كيف جاء هذا الاسم إذن سنتحدث عن هذا مثلا إذن نتكلم عن الدور الفني والثقافي الملعوب كما نقول الذي تلعبه كما نرى الملعوب من طرف قسمة الودايا المقصود الذي تلعبه قسمة الودايا إذن نبدأ بهذا الموضوع مثلا كما نراحظ عندنا مجموعة معطيات عندنا définition دولا localisation دولا الكاركتير عندالوت دولا ديزنان دولا رول ارتيسيك اي كولتريال جوي على الكسبة دولا رول ارتيسيك اي كولتريال جوي على الكسبة دولا الى غير ذلك هذه قسبة لودايا كما نراحض إذا عندنا قسبة لودايا كما نراحض جانب من حديقتها إذا نتكلم عن حسن نتكلم عن قلعة قوية نتكلم عن الوضع كنستخوير يعني في البناء القسبة لودايا كانت شاطفة كنستخوية إذا القسبة لودايا القلعة قوية كنستخوية بنيت كنستخوية في 1140 قبل بناء مدينة الرباط ويقال بأن هذه القسبة هي أصل مدينة الرباط يعني أنها كانت هي النوات الأولى التي أعطيت انطلاقة يعني بناء مدينة الرباط لكسبة لودايا كانت شاطفة كنستخوية 1140 ويقال بأن يوسف بن تشافين إذا هي بنية في التاريخ قبل مدينة الرباط من طرف يوسف بن تشافين سولا ديناستي ديزا المغافيت تحت دولة المرابطين نتكلم عن العائلة الحاكمة بأن يوسف بن تشافين سولا ديناستي ديزا المغافيت أفاد كونتخي لزعطاك ديزينمي إذا هي بنية في هذا التاريخ من طرف يوسف المتشافين سولا ديناستي ديزا المغافيت يعني تحت دولة المرابطين طبعا المرابطين نقول المغافيت الموحيدين الموحد أفاد كونتخي لزعطاك ديزينمي من أجل سادي كما نقول هجومات الأعداء من أجل سادي هجومات الأعداء أفاد كونتخي لزعطاك ديزينمي طبعا المرابطين يقصة الباجد يُسح في ساديس الب вещامات الأرض يقص على أساس الدولة المنفطين كونتخي لزعطاكس ديزينمي يقول الأدان على زعطان القطع على المرتاحات مرة الأدان الديفالغانوبيا الديفالغانوبيا وليس لزعطي الخطط المحطة يعني المصابا14 الا خ也就是 el strive the sovereign هي ممتدة على طول النار ولكن هنا لا تكلم عن كل طول النار نتكلم عن la ref sud de laff نتكلم عن الضفة الجانوبية ولكن للمصابا14 إذا نتكلم عن منطقة محددة de laff نتكلم عن مصاب النار de laff نتحدثنا عن النار أبورقرا la casبة الزوديا est située au centre de Rabat sur le autour de la rive sud de l'estuaire de la rivière Rabat ثم ce bâtiment نتحدثنا عن هذه البناية نتحدث عن la casبة الزوديا est unique avec ses murs bleu et blanc لذلك ce bâtiment هذه البناية est unique النار فريدة كما نقول النار واحدة est unique النار فريدة avec ses murs bleu et blanc بجودراني الزرقاء والبيضاء ثم lorsque vous entrez dans la clôture ou derrière par la majestueuse et magnifique porte بابلو دير ou بابل كبير lorsque vous entrez عندما تدخولون dans la clôture ou derrière كلمة de clôture تعني سياج أو الجيدار لديوحيد بمكنما سياج أو الجيدار الذي يحيد بمكان ما يسمى la clôture هنا عندنا lorsque vous entrez dans la clôture عندما تدخلون في في الجيدار المقصود عندما تجتازون الجيدار lorsque vous entrez dans la clôture ou derrière parla majestueuse طبعا كلمة majestue تعني عظيم مهيب تعني أيضا كبير فخم إلى غير ذلك هنا في المؤنت نقول majestueuse في المؤنت نقول majestueuse كما عندنا هنا لماذا؟ لدينا الباب كلمة مؤنتة سنقول هنا majestueuse إذن عندما تدخلون عندما تدخلون عندما تدخلون عندما تدخلون عندما تجتازون جيدار الودايا بغلى مؤنتة من خلال من خلال باب الودايا الجميل والفخم كأنه اسم خاص بالمكان أصبح اسم خاص عندما تجتازون جيدار الودايا من خلال هذا الباب الكبير يعني أنكم ستلاحظون عندنا لذوب وفيتور سيمبل يعني أنكم ستلاحظون في الحال في نفس اللحظة بمجرد أن تدخلون ستلاحظون إمدياتما يعني التأثير الاندالوسي ستلاحظون تأثير الاندالوسي يعني أنكم عندما تدخلون إلى هذا القصب ستلاحظون بأنه متأثير بالشكل الكبير بالفن الاندالوسي بالفن المعماري خاصة الاندالوسي ستلاحظون بالفن المعماري خاصة الاندالوسي لنمبر السورس عدة مصادر طبعا السورس ممكن أن تعني مصدر ممكن أن تعني منبع مثلا السورس دون غيفيار السورس دون غيفيار إذا نتكلم عن منبع نهر مثلا من حيث ينبع النهر هنا نتكلم عن مصادر كملا أن تكلم عن منابع نتكلم عن منابع نتكلم عن منابع المعلومة مصادر بأن نتكلم عن عدة مصادر تاريخية أنها تشير كو الكسبة أئيطي لونطن دي لسي إذن هاد المصادر التاريخية تشير كو بأن الكسبة أئيطي لونطن بأن القسبة كانت لمدة طويلة لونطن كما نتكلم عن وقت طويل لفترة زمنية طويلة دي لسي متخلى عنها يعني أنه تم التخلى عن هاد القسبة قبل أن تسكن من جديد بارليموريسك من طرف الموريسكيين المطرودون أو المبعدون من الأندلس طبعا لموريسك نتكلم عن المسلمون الذين كانوا يسكنون في الأندلس تم إجبار عدة عائلات على اعتناق المسيحية وتم اضطهاد عائلات أخرى وقتلهم والتنكيل بهم فقط لأنهم مسلمون ثم هناك عائلات هربت من هذا الجاحيم هربت إلى المغرب طبعا العائلات التي هربت إلى المغرب استوطانت عدة مناطق بالمغرب مثلا شفشا وانطنجا إلى غير ذلك وهناك عائلات طبعا استوطانت لوديا كما عندنا هنا حيث كما عندنا تحديث عن المغرب استوطانت لأن المغرب استوطانت الى المغرب طبعا مصادر تاريخيات تشير إلى أن المغرب استوطانت تخلي على نهاية وقت طويل فلитель العرابي قبل أن تسكين فقالم على العرافة المعاسوب من طرف المعاسين نتحدث مع الفرور كلاما مع الفرور وعلى التطريق أو أبعاد نتحدث مع الفرص في عدوذي من الأندلس في عدو 1833 شاسي دو فاس بالوصول الطمولي عبد الرحمن إذن طبعا هذه الوداية حقيقة سكنها المريسكيون بعد التخلي عنها لوقت طويل ثم ستأتي لحظة أخرى في 1833 عند مقابلة الوداية شاسي دو فاس طبعا كما قلنا قبل قليل ايكس بيلسي وبيع شاسي انك تطرد شاسي ايضا هي طريدت نتكلم عن قابلة الوداية شاسي انها ايضا طريدت ولكن هذه المرة دو فاس من مدينة فاس طرف السلطان مولي عبد الرحمن سي انستالا انها استقرت فيها استقرت في الوداية في 1833 عند مقابلة الوداية شاسي دو فاس عند مقابلة الوداية المطرودة من فاس طرف السلطان مولي عبد الرحمن من طرف السلطان مولي عبد الرحمن عندما هذه القابلة سي انستالا انها استقرت فيها في هذه الوقتها عاد عاد اعطيناها ايش نعطيناها كون لويضون كون لويضون انها اعطيت لها ديفينيتيفمو بشكل نهائي لونوندو كاسبا ديز وداية اسم كاسبت الوداية اذا من لي جاءت هذه القبيلة في 1833 استقرت بالوداية في هذه الوقتها اتعطى لهذه المنطقة اسم الوداية أعلمها د maintained القبيلة لذي طرف السلطان مولي عبد الرحمن الوداية دوس stimulate تترانسمى هي تتترانسفورمه ان غالري داق بلاستيق وكتران تتحل دون الجور ديز اكتبيتي ارتيستيق الكولتيره لودير إذن نتكلم عن لودير دون الكسبة بما في هالكسبة أات تتخونسفورمي أنها حولت عن نون غالري دار بلاستيك عن نون غالري دار بلاستيك إذن هي حولت إلى نون غالري كما نقول رواق إذن هاد لودير بما في هالكسبة أنها تحولت إلى رواق دار بلاستيك للفنون تشكيلية إكاك كي دون جور والتي تستقطب في يومنا هذا انشيطة فنية نتكلم عن لار ارتيستيك ار فن ارتيستيك فني إذن هنا نتكلم عن مجموعة انشيطة إذن نتكلم عن انشيطة ارتيستيك فنية اي كيلترال وتقافية حدودير بما في هالكسبة أنها تحولت في يومنا هذا أنها تحولت إلى رواق للفن تشكيلي والتي تستقطب في يومنا هذا انشيطة فنية وطاقافية لدية نتكلم عن لدية انشيطة دون جور انشيطة نتكلم عن دون جور انشيطة حيث حيث انشيطة 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 للعديد من الفنانين وكتاب مغاربة واجانب إذا نتكلم عن مجموعة فنانين وكتاب مغاربة واجانب هاد الفنانين وهاد الكتاب المغاربة والاجانب نتكلم هنا عن فنانين مغاربة وفنانين اجانب ونتكلم أيضا عن كتاب مغاربة وكتاب اجانب طبعا هذه الأشخاص بدافع الإطار يعني أنهم لا يفكرون في الهدف الربحي نتحدث هنا عن أشخاص نتكلم عن الفنانين والكتاب سواء كانوا مغرباء أو أجانب يأتون لهذا المكان ليس بدافع ربحي بل من أجل إعلاء قيمة معينة إذا نتكلم عن قيم فنية وقيم تقافية طبعا هي التي تلهم هؤلاء الأشخاص حتى أنهم يفضلون هذه القناعات على الدافع الربحي كما نقول كما نتكلم عن إطار هنا إذا هذا القسم الذي ذكرنا بهذا الشكل إطاليو هو مكان لإطار لأنه يتكلم عن ما كان للإطار للعديد من الفنانين والكتاب المغاربة الإطرانجي والأجانب كيون شوازي الذي نختاره كيون شوازي الذي نختاره دوسيا ستالي الاستقرار بها الاستقرار بها إذن هم فضلوا الاستقرار في هذا المكان نظرا للظروف ونظرا للجو الذي وجدوه فيها بهدف المشاركة في هذه الأنشطة الفنية والأنشطة التقافية إذن طبعا كما نلاحظ هذه حديقة حديقة قسبة لودايا هذا جانب كما نلاحظ جانب من حديقة قسبة لودايا نتحدث هنا عن حديقة قسبة لودايا رونوو في 2004 مجددا أو متجددا في 2004 لوجد دينة الدينية شي 않아 بالدينية إذا ولكن هي تتطور شيئا فشيئا نحو حديقة فرنسية إذا طبعا حديقة لو داير هي في الأصل حديقة دا الطابع أندلوسي انشئت بأسلوب أندلوسي لكن اليوم تتطور نحو حديقة فرنسية رنوى في 2004 لجارد اندلوسي دايرا يدو سيل اندلوسي مي ايولي طبعا نتكلم على الورب ايولي في التطور ومينا ها؟ لإيوليشون إنتطور إدا مي ايولي ولكن تتطور دو بلس اندلوسي شئئا نفشيئا لنحو حديقة فرنسية إذا طبعا حديقة فرنسية دو جارد درياد كو لن تتطور ومارك أحدثه هو مثال نموذيجي إذاً فنت طبعا نأخذ هذه الحديقة كمثال نموذيجي بجتłeという过 WEA لحديقة الرياض كولون تحول معك التي نجده في المغرب إذا طبعا ناخذ هذه الحديقة كحديقة نموذيجية حديقة الرياض والتي نجد في كل مغرب إذا أردت أن تنظر الى حدائق المغرب فيكفيك ان تنظر لهذه الحديقة لتعرف الطابع الذي شكلت به كل هذه الحدائق هذا هو المقصود به الكلام ايضا تنظر مثل تجار دعيات كل نتخوفه معوك و تجد هنا كل صور دعبست اذا انتم تجدون هنا كل صور دعبست كل انواع التشجير من النباتات دفلور دفلور دعب من الأشجار فخوتي طبعا المتمرة نتكلم عن الزعب فخوتي اذا نتكلم عن الأشجار المتمرة و تجد هنا كل صور دعبست كل انواع التشجير دفلور دعبخ فخوتي من أزعار و من أشجار المتمرة و تجد هناك اذا نتكلم عن هدوء اكا لا تجد هناك لا تجد هناك اذا نتكلم عن الهدوء راح تلبيل بمعنى اخر ايبخوتيجي النام حمية بغده كانون انجلي انها محمية بمدافع انجليزية من القرن الثامن عشر ايه اين سنتور دمير دونتلي وبحزامين من حائطين وبحزامين من جدارين دونتلي دونتلي فيه ليدان ليدان هم الأسنان دونتلي كمانا نقول انه مسنن ليدان المقصود بهم أسنان دونتلي انه مسنن اذا نتكلم عن الحائط انه مسنن مسنن في الأعلى يعني كأنه فيه أسنان في الأعلى عندما تجلس بهذه الحديقة وطانكلتي ان هدوءك ان راح تباليك ايبخوتيجي طبعا هو كلام فقط رمزي بحلر بالصح هو مش بالصح يعني المقصود ان هاد الحديقة فيها هدوء ليس بالضرورة بوجود هاد المدافع ممكن ان الحائط يساعد على هذا لكن وجود المدافع هو فقط شكل رمزي هو فقط وجود رمزي اذا هي فقط تؤدي منظرا معينا اذا طبعا هذه الحديقة مزينا بهد المدافع وكأنها تحميك ضد شيء يعكر مزاجك اذا هنا ذكرت كمل أن تؤدي وظيفة رمزية وكأنها تحميك بمدافع انجليزية من القرن الثامن عشر وكأنها تحميك بجدار يحيط بك وهو مسنن في اعلى اذا نكتفي بالقدر حياكم الله واللقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر